هل الدعاء بيغير القدر ولا لا؟ هي قالت بيمنعها خلينا نقول هل يغير القدر ولا لا؟ وهنا في قضايا بقى الأجل والرزق ووضعيه أنه مكتوب في اللوحة المحفوظ فكيف الدعاء ممكن يغير حاجة هي بالفعل مكتوبة؟ صحيح أولا الدعاء من القدر يعني مش حاجة معارضة للقدر لا الدعاء نفسه من القدر مما كتب الله عز وجل علينا لذلك قال العلماء إذا وفقك للدعاء فسيستجيب لك على أي حال من الأحوال طالما ربنا ألهمك الدعاء وإنك تدعو فده أساسا نوع من أنواع الإجابة من الله سبحانه وتعالى حيستجيب لك دعاك إزاي؟ دي بتاعته هو سبحانه وتعالى إما يجيبك في نفس الأمر اللي أنت عايزه إما يزيح عنك من الشر بمثل الأمر اللي أنت عايزه لكن أنت مش ملاحظ ده إما يؤخر لك ذلك إلى يوم القيامة حتى لو لم يعطيك في هذه الدنيا يبقى نصبك موجود يوم القيامة يعني إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فأنت رابح في جميع الأحوال خلاص فالدعاء نفسه من القضاء هذه واحدة بالنسبة للقضاء نحن عندنا في حاجة اسمها قضاء معلق وقضاء مبرم القضاء المعلق لو دع الله سبحانه وتعالى سيعطيه كذا ولو لم يدعو الله سبحانه وتعالى لن يعطيه كذا فالإنسان إذا وفق للدعاء يبقى خضاءه أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه ويصبح ما دعاه بعد ربنا يعني ما استجاب لدعوته يصبح من قدر الله يبقى خلاص قدر اللي هو التغيير ده ربنا عارف أنه يحصل بالضبط تمام إذن اسمه القضاء المعلق خلاص معلق على إيه معلق على حاجة حضرتك عملتها يبقى حصل طيب ربنا عالم أنك هتعملها واللي مش هتعملها ده العلم ربنا سبحانه ده حاجة لا خلاف عليه عن محاطة هو عارف بالضبط يبدأ القضاء المعلق القضاء المبرم هذا شقي أو سعيد قضاء مبرم سواء عملت كذا أو عملت كذا القضاء بتاع سبحانه وتعالى هو نافذ في جميع الأحوال ده بالنسبة للقضاء الحاجة التانية أن مسألة الدعاء ومسألة القضاء يمكن حتى ورد بعض الأثار أو الحديث أن الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض القضاء بينزل والدعاء بيصعد فيتعالجان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء القضاء لأن أساساً الدعاء من القضاء خبالك فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لعباده الصالحين على أي حال من الأحوال نروح لسؤالها التاني طبعاً أنا وعدتك إن شاء الله يا محمود دائماً تفتحنا